في اسرائيل تتزايد وطيرة الهجمات في الاسابيع الاخيرة هجمات فردية تشكل تحديا جديا امام اسرائيل في ظل صعوبة تحديد توقيتها ومكانها والجهة المسؤولة عنها خصوصا ان ايا من الفصائل الفلسطينية لم يتبنى هذه الهجمات فيما اكد الامن الاسرائيلي ان الهجمات ليست منظمة وانما هجمات ذئب منفرد بحسب التعبير الاسرائيلي هذا الواقع يصعب ردع مثل هذه الهجمات وحتى الردع الاوسع عليها من يقف وراءها ولماذا تفشل ادوات الردع وهل تؤدي الى توتر اوسع بين الاسرائيليين والفلسطينيين لمناقشة هذا الموضوع معنا من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو جانور ومعنا من رامالة وزير شؤون الاسراء السابق اشرف العجرمي مرحبا بضيفي سيد جانور مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار هناك الكثير من النقاط التي يمكن اثارتها فيما تعلق بهذا الموضوع اولا هذه ليست العملية الاولى نتحدث عن اربع عمليات في اقل من ثلاثة اسابيع حوالي 13-14 قتيل سقطوا ضحيتها المسألة الاخرى انه تأتي ايضا في خضم حالة سياسية مرتبكة الى حد ما بسبب وضع الحكومة في الكنيسة الاخره وايضا البعض يقول هناك ثغرات امنية هذه الثغرات هي التي سمحت بتنفيذ هذه العمليات اودنا نسمع تعليق منك على بعض هذه الامور كل هذه الامور التي ذكرتها وتفضلت بتاعدها هي ايضا الاعوامل الرئيسية ويمكن تحديد افضليتها اعتقد بان بالدرجة الاولى هو المحاولات الفردية الارهابية التي هي بمثابة محكاة من قبل اشخاص يقومون بتنفيذ العمليات بالرغم من التفوق الاستخباراتي الاسرائيلي ولكن ليس باستطاعته صد مثل هذه العمليات الا عند بعد وقوعها وليس قبل وقوعها بالرغم من حملة الاعتقالات والتفتيشات وايضا افشال المحاولات المنظمة من كبل الفصائل الفلسطينية السبب الرئيس كما يتضح من العملية الاخيرة هو اجتياز المنفذ العملية الحاجز الامني الفاصل بين الدفة الغربية وايسرائيل والثغرات الموجودة داخل هذا الحاجز اذ منفذ العملية امس اجتاز هذا الحاجز بواسطة سيارة اقلته من مدينة جنين الى مدينة ام الفحم في الجانب الاسرائيلي ومن ثم استقل باص الى مدينة تل ابيب ونفذ ما نفذهم من عملية اي هذا هو العامل الاول والذي ستركز عليه السلطات الاسرائيلية اهتمامها في بداية هذا الاسبوع وهو سد ثغرات في السياج الامني والعامل المكمل لهذا الموضوع سيكون عزل مدينة او محافظة جنين في شمال الدفة الغربية عن سائر مناطق الدفة الغربية باعتبار هذه المنطقة البؤرة الارهابية التي يجب تنشيطها بالذكرة وعدم منح الامكانية للتسلل الى داخل اسرائيل السبب في التركيز على هذه المنطقة هو للأسف الشديد عجز السلطة الفلسطينية في توفير الامن ليس الاسرائيل بل للسكان الفلسطينيين انفسهم السلطة الفلسطينية ليس باستطاعتها بسط النفوذ الشرعي بسمه ايضا تحميل السلطة الفلسطينية سيد جانور مسؤولية مثل هذه اذا كانت اسرائيل نفسها غير قادرة على منع تسلل فرد بهذا الشكل وحدث ما حدث ليلة اوز كيف يمكن التوقع من السلطة الفلسطينية التي لا تملك هذه الامكانيات للقيام بذلك السيد اشرف بس الخير مرحبا بك معنا ايضا في هذا النقاش ما رأيك في هذه النقطة الاخيرة التي اثارها السيد جانور فيما يتعلق بانه السلطة الفلسطينية لا تقوم بما هو لازم للحد من هذه العمليات في الواقع اسرائيل والاسرائيليون عموما يهربون من جذور المسألة جذور المسألة هي الاستمرار الاحتلال جذور المسألة هي الاستيطان وارهاب المستوطنين جذور المسألة هي تهويد القدس كل هذه الامور تخلق ردود فعل فلسطينية وانستطاعت اسرائيل السيطرة على بعضها لبعض الوقت فهذا لا يعني انه يمكن وقفها بشكل كامل نحن في صراع مستمر موجة وراء موجة وبالتالي يغفل الاسرائيليون الجوهر بان هذا الاحتلال البغيض يجب ان ينتهي وعندما ينتهي الاحتلال عندها يطالب الفلسطينيون بكل شيء يمكن ان يطالب فيه شعب في العالم ولكن ليس قبل انهاء الاحتلال لا تستطيع لا السلطة الفلسطينية ولا قوات الجيش الاسرائيلي ولا اي طرف اخر ان يضبط مقاومة الشعب الفلسطيني وان يمنع العمليات سواء داخل الضفة الغربية او في القدس او في داخل اسرائيل طالما ان هذا الاحتلال مستمر بالتالي اسرائيل تهرب من جوهر المسلة عندما يكون هدوء يرى الاسرائيليون انه لا داعي للحوار مع الفلسطينيين والحكومة الاسرائيلية الحالية والتي سبقتها لا تريد اطلاقا ان تبدأ مفاوضات مع القيادة الفلسطينية وعندما تحدث عمليات مقاومة فلسطينية بهذه السورة يقولون اننا لا نستطيع ان نتفاوض مع الفلسطينيين تحت ضغط العنف والارهاب وبالتالي اسرائيل تهرب من جريمة كبرى ربما اكبر من الجرائم التي تحدث هنا وهناك وهي الاحتلال وبقاء الشعب الفلسطيني محاصر ومقموع كاخر شعب تحت الكرة الارضية يعني يرزح تحت احتلال مستمر منذ اكثر من نصف قرن من الزمن طيب سيد جانورا ودى نسمع رأيك في هذه المسألة بان اسرائيل تركز على المعالجة الامنية لمثل هذه العمليات ولا تعطي الكثير من الاهتمام للاسباب الحقيقية الجذرية كما يقول الاستاذ اشرف قبل ذلك رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتة لبانت وبما اننا نتحدث عن المعالجة الامنية يقول القوات الاسرائيلية في حالة تاهب قصوى ولن تكون هناك قيود في معركتها للقضاء على الارهاب ما رأيك في مسألة التركيز على المعالجة الامنية على حساب الادوات الاخرى التي ايضا بامكان اسرائيل ان تستخدمها لتحسين الاجواء لتخفيف التوترات وهي المسألة السياسية في المقام الاول استاذ جانور ما رأيك اتركت بان التعليمات التي صدرت لكوات الجيش هي لبواجهة موجة الارهاب بالدرجة الاولى وعدم المس بالمواطنين العزل من سكان الضفر الغربية التسهيلات التي قدمتها وقررتها الحكومة الاسرائيلية في مطلع هذا الأسبوع لا تزال قائمة بالرغم من وقوع العملية الارهابية مساء امس وذلك بالرغم من المطالبة الشعبية بالعضول عن هذه التسهيلات ولكن الحكومة عند موقفها بمواصلة تقديم هذه التسهيلات ونوعها أي تأمين حرية العبادة والوصول إلى مدينة الكدس بس مش هذا اللي عم نتحدث عنه استاذ جانور اسمح لي على المخاطع يعني اوكي تخفيف القيود مسألة مهمة ولكن هذه ليست المسألة الأساسية السماح لخمسمائة واحد واللألف واحد يفوتوا يصلوا في الأقصى مهم ولكن هذا لا يحل المشكلة بشكل كامل الأستاذ أشرف يتحدث عن إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى سلام حقيقي بين الطرفين هذا هو الموضوع للأسف الشديد العملية السياسية معطلة من كلا الطرفين وأولك اللوم بالدرجة الأولى على الطرفين ولا أفضل أحد الأطراف سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني العملية السياسية السلمية معطلة منذ ست سنوات ست سنوات لأنه بالسبب بسيط مطلوب كان من السلطة الفلسطينية الاعتراف بوجود الدولة يهودية ولكن السلطة الفلسطينية ترفض هذا المطلب الأساسي الوجودي بوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية بجوار دولة أو كيان فلسطيني إلى جوار دولة إسرائيل هذا هو كان المطلب وهذا كان السبب الرئيس في تفجير المفاوضات في العملية الأخيرة مع جون كاري وزير الخارجي الأسبق في إدارة أوباما ولكن مع ذلك هناك ظروف سياسية حالية في إسرائيل وهنا أيضا تصطدم مع المطلب الفلسطيني مع تحديد أفك سياسي للموضوع السراء للأسف الشديد الحكومة الحالية التي تترجع والتي استضمت أمس الأول بأزبة وزارية قد تقضي عليها وهي الاتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل والذي مضى عليه عشرة أشهر اتقرر لدى تشكيله بعدم تناول الموضوع السياسي الفلسطيني وذلك بسبب نعم ولكن هذا لم يقتصر فقط على هذه الحكومة السيد شلومو كما تعلم جيدا الحكومة السابقة كان لها مواقف مشابهة وهي حكومة خدمت لفترة طويلة يعني ولخص الحديث أن العملية السياسية متوقفة منذ فترة طويلة والبعض يقول التوترات والضغوط وكل هذه الأمور سببها الأساسي هو جمود هذه العملية السياسية التي لا تعطي للطرف الفلسطيني أي أفق أي مجال للتحرك سيد أشرف ما رأيك في هذه المسألة؟ أن الحكومة الحالية الحكومة اليمينية في إسرائيل غير مهتمة في هذا الموضوع وبالتالي يعني الأمور ستبقى معلقة كما هي الآن نعم لكن أريد أن نعقب أولا على ما تحدث به السيد جنور وهو عمليا تحريف للواقع أنا أريد أن أذكرك بأن بنيمين نتنياهو قال بأنه يريد مفاوضات بدون شروط مسبقة ولكنه حدد شروطا إسرائيلية لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل بأن يبدأ مفاوضات على أساسها هو قال لا مفاوضات حول القدس ولا عودة للاجئ فلسطيني واحد إلى إسرائيل ولا انسحاب من كامل الضفة الغربية ولا انسحاب من غور الأردن ولا إخلاء للمناطق المرتفعة في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي يبقى هناك طوال الوقت ولا عودة لحدود 67 أنا أقول أنه 12 عاما من حكم بنيمين نتنياهو وهو أقصى يمين متطرف في إسرائيل كان موجود دمر فكرة حل الدولتين وكان المشروع الاستيطاني الذي قاده بنيمين نتنياهو ويستمر به نفتلي بنت هو تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية لمنع قيام دولة فلسطينية وبالتالي ليس صحيحا إطلاقا بأن الحديث يدور عن اعتراف فلسطين وعدم اعتراف فلسطيني أنا أقول الفلسطينيون اعترفوا بإسرائيل إسرائيل لم تعترف بدولة فلسطينية ولم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة والذي يقوده بنيمين نتنياهو سابقا ونفتلي بنت حاليا هو شطب حقوق الشعب الفلسطيني وأنا أقول لك هذا سبب كل التوتر في المنطقة ولن يهدأ الشعب الفلسطيني ولن يستطيع أحد في الكون أن يسيطر عليه وعلى شبابه في ظل هذا الاحتلال وفي ظل هذا الاستيطان وفي ظل هذا التنكيل في الشعب الفلسطيني فيضحكون على أنفسهم الجوهة هنا احتلال إنه الاحتلال تحصلون على سلام لا إنهال الاحتلال لا سلام طيب سيد جنور واضح أن هذه الحكومة يعني الآن في حالة يعني ارتباك لا أحد يدري قد لا تدوم طويلا ولكن لا يبدو أن هناك يعني في الأفق الإسرائيلي طرف مهتم أصلا بعملية السلام مع الفلسطينيين في هذه المرحلة حتى لو تغيرت الحكومة أو عيد تشكيلها أو أجريت انتخابات جديدة هل تتوقع أن هناك أمل في الفترة القادمة أن يتم إحياء هذا المسار بشكل أو بآخر لا شكا استمرار مثل هذه الحالة المتوترة من التصعيد الأمري ووقوع العمليات الإرهابية وأيضا الإجراءات الوقوعية والاحترازية الإسرائيلية ضد السكان في الدفة الغربية ما إذا أقدمت إسرائيل إلى اتخاذها لكسر موجة الإرهاب سيكون لها تداعيات سلبية على الطرفين أعتقد أن في الفترة القريبة للأسف الشديد لا أرى أن هناك سيكون أفك السياسي قد يمكن أن يبدأ الطرفين الإسرائيل والفلسطيني البدء واستيناف عجلة المفاوضات من جديد المناخ غير مهيئة ولكن باستطاعت السلطة الفلسطينية وخاصة الدايف العزيز في رمالة السيد عجرامي وهو المسؤول عن ملف الأسرة وملف البزيونين المحكومين فهذا هو الجائزة الشهرية المقابل الإرهاب التي تصرفها السلطة الفلسطينية على منفذي الإرهاب على عائلات والمعاشات الشهرية التي يتركونها هي السبب لاستمرار دوامة الإرهاب هذا حسب اعتقاد ليس إسرائيل أو كإسرائيلي بل أيضا حسب اعتقاد دعونا نعطي لأستاذ أشرف مجال للراد الدول المانخة طيب علينا نستمر لحظة واحدة اسمح لي سيد مهند 10% من ميزانية السلطة الفلسطينية منكرسة لجائزة الرياب 30% من هذه الميزانيات من الكوادر الحكومية في السلطة الفلسطينية هي لهؤلاء فلذلك كل هذه الأموال التي ترصد وتحصل عليها سلطة الفلسطينية مخصصة كجائزة لمنفذية الرياب هذا هو واضح الفكرة خلينا نعطي لأستاذ أشرف وقت للراد ونحن شرف على الانتهاء في رمالله هو ساحب الأمر طيب أستاذ أشرف أنت كنت وزير لشؤون الأسرة وتعلم هذه المسألة جيدا دائما الطرف الإسرائيلي يثير هذه النقطة حكومات الإسرائيلية المتعاقبة تثير هذه النقطة بأن السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات ومكافآت شهرية أو مرتبات شهرية للأسرة ولمن كانوا تهموا أو أدينوا بارتكاب عمليات ضد إسرائيل وهذه مسألة من وجهة نظر إسرائيل غير مقبولة ما رأيك؟ يعني إسرائيل ليست فيها المقرر أنا أريد فقط أن أذكر سيد جانور وأيضا كل الناس يعرفون ذلك الحقيقة أن من يريد أن ينفذ عملية ضد الإسرائيليين هو يضع نصب عينيه الاستشهاد وليس الأسر والحصول على رواته وبالتالي المال هو ليس دافع على الإطلاق نحن رأينا في العمليات التي حصلت على الأقل في الثلاثة أسابيع الماضية سواء وبالذات التي حصلت من الضفة الغربية الشباب يذهبون لتنفيذ عمليات وهم يدركونها بنسبة عالية جدا أكثر من 90% أنهم سيقتلون من يذهب ليستشهد لا يفكر بالأموال ولا يفكر بماذا يحصل بعده هناك شباب صغار بالسن يقومون بعمليات طعن ويطلق عليهم النار مع أنهم لا يشكلوا خطر كبير على الإسرائيليين كل فلسطيني يدرك بأنه عندما يذهب لتنفيذ عملية هو يعلم أن الاستشهاد هو الخيار الأكبر والمعدل الأكبر من بقائه حيا هذا أولا وثانيا نحن نتحدث عن شعب يتعرض لاعتقال بشكل مستمر نحن قاربنا على المليون فلسطيني مليون حالة اعتقال منذ عام 67 حتى اليوم حسب ملفات الصليب الأحمر معنى أن كل فلسطيني تعرض للاعتقال أو على الأقل كل عائلة فلسطينية مرت بهذه التجربة فليذهبوا عنا ولن يكون هناك حاجة لا لاعتقال ولا الاستشهاد ولا لأي أنواع المقاومة القضية الأساسية التي إسرائيل تهرب منها هي استمرار الاحتلال استمرار الاحتلال يجلب مقاومة المقاومة لها أشكال متعددة ومختلفة وبالتالي كل هذه الدوامة التي نعيشها لها سبب جوهر وأنا أريد أن ينتجه العالم نحو إسرائيل على الأقل بنسبة 1% كما ذهب نحو روسيا يا أخي لماذا هناك معايير مزدوجة لماذا إسرائيل تحظى بحصانة دولية وروسيا الآن كل الدنيا تطبل على رأسها لأنها دخلت أوكرانيا لماذا لا يكون هناك معايير متساوية في هذا العالم وتبقى إسرائيل الطفل المدلل التي ترتكب جرام حرب بغطاء من المجتمع الغربي على وجه خصوص هذا يجب أن ينتهي شكرا جزيلا لك الأستاذ أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطيني السابق كان معنا من رامالله وأشكر ضيفنا من القدس الأستاذ شلوم وغانور الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم انتهت ملفات غرفة الأخبار لهذه الليلة غدا ملفات جديدة إلى اللقاء